تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ينطلق برنامج وفعاليات المعسكر الصيفي للأكاديمية الملكية للشرطة أحد مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا ويقام بالتعاون مع صندوق العمل تمكين بنسخته الخامسة عشرة في الفترة من الثالث والعشرين من يونيو وحتى السادس من يوليو من العام الجاري في إطار تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا تنظم الأكاديمية الملكية للشرطة المعسكر الصيفي 2024 بالتعاون مع تمكين من خلال قائمة متنوعة من البرامج والانشطة التي تعزز الهوية الوطنية وتعميق قيم الاعتزاز والولاء للوطن وتجسيدا لمنهجية الشراكة المجتمعية جاء هذا المعسكر في نسخته الخامسة عشرة والذي أصبح يشكل أحد علامات الاهتمام الوطني بقطاع الشباب الواعد لتنمية القدرات الذهنية والبدنية والنفسية للشباب نأمل أن نحقق جميع تطلعاتكم في استقلال وقت فراقهم خاصة أن المعسكر الصيفي تميز المزج المرح مع التعلم يعني الواحد يستفيد يكون صداقات مع زملاءه يكتشف أمور كثيرة وحياتية الأهداف المعسكر الصيفي الخامس عشر عديدة منها الأهداف العامة والأهداف الخاصة أبرزها عندنا تعزيز المواطنة وغرس الهوية الإسلامية العربية البحرينية والروح الانتماء لدى الشباب طبعا هناك استقلال أوقات الفراق لدى المشاركين بما يعود على أهاليهم والمجتمع بالنافع والفائدة وكذلك عندنا تعزيز الشراكة المجتمعية وهناك العديد وغيرها من الأهداف التي تنبثق من الأهداف العامة طبعا نحن في صندوق العام التمكين سعيدين جدا بشراكتنا مع الأكاديمية الملكية للشرطة التابع الوزارة الداخلية في دعم هذا المعسكر الصيفي للشباب في نسختها سنة 2024 طبعا نحن الشركاء مع الأخوان في الأكاديمية من سنة 2009 لدعم هذا المشروع المهم لما لها من أهمية في صقل مهارات الشباب وإعدادهم لدخول سوق العمل الجديد في رأينا في الصندوق هذه السنة في هذا المشروع لدينا واكب عام ورعام أهم المتطلبات والمهارات أو فجوات المهارات المطلوبة في سوق العمل تركيز أكثر على المهارات التقنية واضح هذه بالإضافة طبعا إلى صقل المهارات الشخصية للشباب المشاركين في المشروع ساعدين جدا في الشراكة وإن شاء الله نستمر معهم إن أعداد الشباب المستقبل مسؤولية مجتمعية بالأساس تتكامل فيها جهود الأسرة والمجتمع لتأكيد الهوية البحرينية وحمايتها وترسيخ قيم المجتمع البحريني وهو ما يتم تفعيلا لمبادرات الخطط الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة